أبو محمد سأل عن سؤال عن خدمة الزوجة لزوجها هل هي واجبة أم لا؟ يعني قول بعض الفقهة اللي قال واجبة مطلقا هذا فيه نظر والذي قال لا تجب مطلقا هذا فيه نظر والصحيح هو أن هذا يرجع إلى العرف لقوله عز وجل وعاشرهن بالمعروف ويقول تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وكل هذا بما يعرف وهذا الحقيقة يعني إذا صح التعبير الحديث أن يقال إحالة إلى مسألة مرنة وإلى القانون المحلي أو النظام المحلي كأن الشريعة أحالت إليه وهذا يتسق مع مرونة الشريعة العظيمة الحقيقة لأنها لو تأتي إلى أناسهم تقول هذا واجب هنا وهو ليس الناس لا يعملون عليه أو العكس هذا يؤدي إلى مشاكل حتى بين الزوجين فالمسألة راجعه إلى العراف يعني مسألة هل الفقه قالوا إذا كان يخدم مثلها وجب أن تخدم وأن لا تفعل شيئا بالمنزل وهذا قول الحنابي له قول جمع من أهل العلم ول الفقه فيه خلاف لكن الذي استقر عليه يعني العمل وفت ومشايخنا في هذا وكذلك في القضاء أن القضية عائدة إلى العرف فينظر فيه إلى حاله وحالها فينفق مثله على مثلها لأنه إذا قلنا مثله على مثلها فيها توازن قد يكون ثالي جدا وهي من أسرة فقيرة جدا فهنا مثله على مثلها ففي التوازن وفي التوسط في هذا وكذلك أيضا لو كان هو أقل من ناحي المالي لكن عنده قدرة على الإنفاق ربما أن القاضي يلزم بأن يدفع نصف دخل الشهر إذا أخذ امرأة ذات مقام في أهلها وفي ثروتها في يكون مرتب عالي فربما أخذتها نصف المرتب ما بقي يكفي مثلا هذه كلها من قضية وعاشرهن بالمعروف والشلحين قالت نفقة مثله على مثلها في التوازن الحقيقي لو قلنا نفقة مثلها لا بعض النساء تجتاح ما للزوج إذا كانت هي من أسرها أثرية وغنية أو عالية في الوجاهة فربما تجتاح تقول أخواتها وكناتها وقريباتها وكلهم بهذا النمط فهو قد يحتاج إلى مئة ألف الشهر مثلا هو أقل من هذا فإذا القضية هي عائدة إلى الأعراف كذلك هنا لو كانت من بنات الذوات وعالية المقام أحيانا خدمته خدمتها له وهي في مخدعها وفي غرفة نومها ويحضار ما يحتاج إليه هذا لا يقوم به الخادم هذا لا يمكن أن يقوم به الخادم مثلا أو الخادم يدخل الرجل في مخدع المرأة أو في مأواها أو في مأوا الرجل أو في مأوا الزوجين لكن قضية الغسيل والتنظيف والطبخ هذه كلها تختلف أيضا باختلاف حال الأسرة أمرأة تزوجت حديثا وكلهم من أسرهم متوسطة قد يحتاج ثلاث أربع سنوات لا يحضر خادم أو حتى ست سبع سنوات أحيانا حسب كثرة الأولاد حال المرأة ومرض المرأة عندها إشكالات أو ضعف الشاهد من هذا القاعدة هي النفقة الخدمة بالمعروف فينظر فيه للعرف ويفتي القاضي بهذا ويفتي المفتي بهذا ويقضي القاضي بهذا لو لو اختصمنا ترجمة نانسي قنقر